فيلم تحت ضوء القمر فيلم صامت اتعرض في يونيو سنة 1930 واتضف له الصوت واتعرض تاني في سنة 1932 اخرج الفيلم شكري ماضي وكان له فيلم تاني اخرجه اسمه المعلم بحبح هو ما اخرجش الى الفيلمين دول اللي صور الفيلم الفيزي أورفانيلي انتج الفيلم وقلفه وعمل دور البطولة عبد المعطح جازي فكريم مصرحية هالة حبيبتي لما قاعد الاستاذ فؤاد المهندس في وسط بنات الملجأ يغني معاهم الطائر الصغير ومسكنهم في العشي فيه بنت كان صوتها حلو لما سألها اسمك ايه قارت له رتيبة وانصف رشدي اهي انصف رشدي دي بقى هي بطلة فيلم تحت ضوء القمر وهو اشهر فيلم لها لها اخت تانية اسمها رتيبة بقت رتيبة وانصف رشدي انصف رشدي مغنية وممثلة مصرية بدأت حياتها كممثلة في فرقة امين عطلة اتجهت للغنى وبعدين التلحين اشتغلت في مصرح الرحاني وامين صدقي وعلي الكسار قصة الفيلم ساميرة بنت ريفية بتعاني من اسود ابوها اللي بيتعرض لمشاكل مادية وبيلجأ لاحد المرابين اللي بيشترط عشان يفك زنقته ويتجوز بنته ساميرة ساميرة بتهرب مع اخوها بتلجأ لعزبة حامد بيه اللي بيشغل اخوها مساعد لخول عزبته اللي بيضطهد اخوه ساميرة وبيضربه علق اجامدة وبينقزه حامد بيه حامد بيطرط خول عزبته اللي بيقرر الانتقام بيستغل قصة الحب اللي ما بين ساميرة وحمد بيه وبيعرف الاماكن والمواعيد اللي بيتقابلوا فيها عشان يروح يشوف اخته مع حامد بيه خول العزبة المطروض بيروح لاخو ساميرة يسخنه وفي اليوم اللي بيروح فيه بيستخبى خول العزبة وبيضرب نار على حامد بيه وسميرة وطبعا كان اخو ساميرة موجود فبيتهموه الخطة بتفشل لما الفلاحة مبروكة راحت بلغت صاحبتها انها شافت الخول هو اللي ضرب النار جس صاحبتها بيروح يبلغ الشرطة اللي بتقبض على خول العزبة المطروض اخو ساميرة بيطلع براءة وبيبارك جواز ساميرة من حامد بيه بيبعت لوالده عشان ييجي وفعلا ابو ساميرة بيجي وبيسمحها هي واخوها وبيبارك جواز ساميرة من حامد بيه الف الف مبروك لساميرة وحامد بيه ومبروك البراءة لاخو ساميرة تابعونا